أهم الأنباء التكنولوجية من أجيال إليكم نشرة التكنولوجيا من أجيال أهلا بكم شركة واني بلس تعلن عن هاتفها الذاكي واني بلس نورد ثري الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة ويأتي بشاشة من نوع OLED وحصل على معالج من شركة ميديا تيك الصينية وزود بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسات مثبتة بصاريا وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبر شركة انستجرام تتيح نسخة الويب من خدمتها الجديدة ثريدز المنافسة لتويتر بعد يوم واحد فقط من إطلاق التطبيق رسميا ونشر المدير التنفيذي لشركة ميتا المالكة لانستجرام وفيسبوك وواتساب أول منشور له على المنصة أما شركة أبل تنوي زيادة سعة البطاريات في سلسلة هواتف آيفون 15 الذي سيطرح في وقت لاحق من هذا العام بحيث تزيد سعة البطاريات في هواتف آيفون القادمة بنسب تصل إلى 18% في إصدار آيفون 15 و 14% في إصدار آيفون 15 بلس وبرو و 12% في إصدار برو ماكس شركة سامسونج تطلق نسخة جديدة من برنامج مشاركة الملفات كويك شير وتعمل على كافة الحواسيب بنظام ويندوز ويسهل البرنامج مشاركة الملفات مع هواتف ولوحيات جالكسي وكان مطاحا لأجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بسامسونج ولكن أصبح مطاحا على أي جهاز حاسوب بنظام ويندوز هذا ما كان لدينا في نشرة التكنولوجيا من أجيال قرأتها عليكم ميسم البرغوثي إلى اللقاء